نجدد لكم التحية مشاهدي الكرام ومع دعوات مجلس الوزراء والجهات المعنية في البقاء في المنزل ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يواجه العديد من الرياضيين أنفسهم طبعا أو يجدون أنفسهم بعيدين عن صارات الرياضة وهو ما قد يشعرهم بالفراغ والحاجة لأداء التمارين الرياضية والحفاظ على أداء التمارين الرياضية ورياضات التأمل والغذاء المناسب طبعا أمران قد يحدان من تأثير الفيروس على الصحة حديث أكثر حول الرياضات المنزلية والتغذية الصحية وحملة خلك نشيط التي أطلقتها جمعية العلاج الطبيعي الكويتية ينضم معنا في الاستوديو والاستاذة هنا الخميس رئيس مجلس أو رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية وعبير التجلي الأمين العام للجمعية صبحكم الله بالخير وحياكم الله وإيانا في العالم هذا الصباح صبحكم الله بالخير ياهلا مرحبا بداية نبدو يا تستاذة هنا حملة تخلك نشيط شلون يمكن لهذه الحملة ما أنا بنقول للرياضة يمكننا تكلمنا تحت الهواء التي هي عشان الحركة والتغذية السليمة ومحاربة فيروس كورونا المستجد شنهي هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جمعية العلاج الطبيعي الكويتية جمعية نفع آم تحت مضلة وزارة الشؤون الاجتماعية وتضم جميع اخصاصي العلاج الطبيعي أيضا اللي هما شريحة كبيرة يعملون في وزارة الصحة جميل فطبعا نحن عارفين الآن حسب الظروف الراهنة بالكويت والعالم الكل لازم يكون متواجد في البيت أكيد الكل رح يتشك من القعدة في البيت من الخمول اللي يتعرض له خاصة إذا كان ماكو شي يسوي له ولا ما يطرب بالهم شون يسوون طبعا موجود كل شي في البيت عندنا وإحنا الحملة هذه ارتقينا أن نحفز الناس ونشجع الناس أن شلون يتحرقون بالبيت شلون لازم الدورة الدموية تكون شقالة على طول القعدة الطويلة طبعا لها مضاعفات أخرى ممكن تظهر بعد مدة طويلة الخمول الكسل العضلات ممكن تتأثر طبعا الحملة هذه قصدنا فيها الأصحة العموم كله مو بس المرضى المرضى لهم شيء آخر ممكن نتكلم عنها بعدين لكن الحملة هذه قصدنا فيها نفيد أكبر شريحة بالمجتمع جميع الفئات أطفال كبار شباب بنات الكبار بالسن من حتى ذو الإحتياجات الخاصة والحوامل وسيدات اللي توهم والدين يعني الحملة تشمل الجميع إن شاء الله جميل جميل أستاذ عمير خانت تكلم عن الجهات اللي قاعدت تعاونون إياها ليلة شون هي؟ والله صراحة حاليا الجمعية معتمدة اعتماد كلي على منتسبينها من الأعضاء نفسهم وأيضا من جميع اختصاصي العلاج الطبيعي حتى لو ما كانوا أعضاء بالجمعية في يعني الحين شوية مشاورات على بعض الجهات اللي حابة تشارك معانا لا زالت يعني تحت المناقشة وإن شاء الله يعني بس مجرد ما أن يصير اتفاق رح نعلن عنها بس حاليا الاعتماد لكلي على اختصاصي العلاج الطبيعي نفسهم في كل المستشفيات صواء الحكومية أو الخاصة يعطوننا أفكارهم وهم بنفسهم يرتجلون بعض التمارين اللي ممكن تتسوى في المنزل ما لا داعي إن الواحد يطلع برا نعطي الناس أفكار عنها حاليا ما في جهة معينة مثل ما قلنا بس إحنا نأمل إنه يكون في على الأقل دعم من الجهات حتى لو على قولتهم يعملون بروموشن أو يحطون مثلا الفيديوهات اللي قاعدين نسويها في أكاونتاتهم خاصة الناس اللي عندهم وايد فولوورز هالشي وايد راح ينفع وينتشر الفيديو أكثر بس هذا الصراحة اللي إحنا نحب يعني ننوه عنه طيب إحنا ممكن إحنا أنت تكلم عن الحملة هذه قلتولي هي مو رياضة كثير ما إنها هي حركة صح شو الفرق الرياضة لنبس واحد لما تقول لها رياضة يعتقد إنه يب باله تصور إنه لازم يكون جسم رياضي وهو متعود يسوي رياضة يكون عنده رياضة معينة يمارسها يقوي نفسه فيها مو الكل قاع يمارس رياضة رياضة إحنا نبي حركة بس مثل نقول بالكويتي الحركة بركة نعم أوكي أنت حتى لو من قبل ما كنت تمارس أي نوع من أنواع رياضة حتى المشي مثلا ما كان أحد يمارس رياضة بس كان كل يوم يطلع يتحرك يروح الدوام يروح في شوية حركة الحين الحركة تقريبا نقول إذا ما أقلت تسعين بالمئة أو أمية بالمئة خاصة مثلا طلبتنا بالمدارس والمدرسين نفسهم الحركة وايد قلت يعني فإحنا الحين نبي شوية نشجع هذول الناس مدرسين غير مدرسين كل الفئات حتى الوزارات كلها عدقلت اللي كانوا شوية متعودين تحركوا الحين ما قاعد يتحركون لازم شوية نبيكم حركة لا يفهمون مفهوم الرياضة إن أنا ما يخلق رياضة مجرد ما تقول لهم هالمصطلح يعني نقول لك لا إحنا وين ورياضة وين لا إحنا مو رياضة رياضة هي حركات بسيطة تسويها خلق من نص ساعة لأساعة باليوم وقسمها إن شاء الله كل ساعتين تسوي عشر دقائق بس فلازم شوية يتحركون لا يفهمون مفهوم الرياضة إن رياضة بجسم ولا بعضل ولا بصير رياضي لا إحنا نبيهم يتحركون فإحنا نبي الحركة جميل استاذا هنا شنو اللي ممكن أنا أستغل لك في البيت أساس تسويها الحركات إحنا عندنا في البيت أشياء وايدة أقلها السلم دري يعني اللي عندهم سلالة بالبيت وعندهم مثلا أصنصير لا يستخدم الأصنصير خلي استخدم السلم وإذا استخدم السلم هم إحنا من توجيهاتنا إننا استخدموا الحذاء المريح تب كراما ما يعني لا تلبسوا للنعال يعني وقت اللي بتسوي فيها الرياضة لتحريك العضلات الجسم كلها مع بعض أنت تستخدم للحذاء المريح ما تلبسوا للتكراما للنعال وترفضوا حافي ما ينفح ولا حافي لا ما ينفح لي الله يفضل يفضل الحذاء المريح لراحة العضلات كلها هذه واحدة عندك أشياء ثانية في البيت يعني في ناس تقول لك أنا ما عندي أجهزة الرياضة والناس يسمعني ذاك اليوم منكبين على محلات رياضة يشترون الدم بالزغيرة ليش ترى تقدر في المعلبات المعلبات في البيت يعني مجرد وزن خفيف وزن خفيف حسب قدرة الإنسان اللي قاعد يسوي التمرين رياضة التمرين للحركي في عندك البطل الماء أنت قلت يا معلبات مع البطل الماء مع الدانبز وراحة يعني الله يستر لا كل بيت موجودة في الماء ما نقول روحوا اشتروا يعني احنا صراحة ندعو الجميع يتبع الإجراءات الاحترازية لطلبتها الحكومة مني احنا قاعد نقول يعني شنو اللي متوفر عندك في البيت استخدمه يعني اي وزن خفيف اي اذا ما عندك معلمات عندك أكيد بطل ماء فبطل الماء يترسى النص لتر وسو فيه رياضة يعتبر كأنه يوازي تقريبا نص كيلوغرام جميل ممكن مثلا الناس اللي شوية رياضي النص كيلو ما تتويله شيء في أشياء شوية أكثر اللي هما أساسا يلعبون رياضة مثلا الحاوية الكبيرة مانت الماء الخزان هذه حتى نقولون وايد ثقيلة هذا إذا متعود بالجن يشيل أربعين وخمسين يشيل واحد من عيالة لا يعورة لا يطيف منه هذا واحدة حتى احنا شفت في بعض الفيديوهات يستخدمون حتى أثاث المنزل يعني حتى الغنفة نحنا قاعدين عليها ممكن يتقعد عيالة عليها الرياضي مو العادي ويرفعها عافوا سيد العبير يعني هذه الأشياء اللي نحن قاعد نشوفها يعني ممكن في بعض الأشياء نحن قاعد نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الناس المتخصصة في ممارسة الرياضة نقدر يعني نمشي على شورهم أو على تمارينهم ممكن ممكن في بعض المواقع صح بس أنت مثل ما نقول لحن عندنا السوق مفتوح كل شي فيه فيه زين وفيه شين زين احنا ما نقدر أنا أحصر كلهم وقول لك لا هذا زين سمعوا كلامه وهذا مو زين نحن نقول أخذوا اللي علاقتكم اللي علاقتكم الناس اللي يكونون يعني أكفة عندهم شهادات مثلا عندهم شيء خبرة يعرفون يتكلمون شيء في تخصصها مثلا إذا هو المتخصص في هذا الشيء ليش لا بس إحنا اللي نحاول نعطي شنو إنه أفكار بسيطة شيء يجمع الأهل إحنا حتى أشياء شعبية قاعد نشجعها لعبوا مع بعض صيدة بصيدة حتى أو عمانكور طاح بالتنور لعبوا فيها ركل إذا عندهم حوش بالصالة بالصالة ملازم يضلع الحوش أعدي إن شيلوا الأثاث الصغير لا لا أنا قاعد يقول يشيلوا الأثاث الصغير واخرو إذا فيه قطع زل صغير شيروها لأنه ممكن تتعرشب فيها وهي أنا أناس أماكن يعني حتى الصالة سووها بطريقة أن تلفع حق رياضة يومية مخططوها بشكل معين حطوا فيها شغلات فضوا من مكان ما يخالف نحن الوضع شوي مطول ما يخالف فضلك مكانسة واحد كأنه نجم حقك أنت في البيت جميل ما فيها شيء أستاذة هنا يمكن أما قلت المواقع الاجتماعية أخذت من نسا كان فيه بغيت تقوله شيء شنو هو بخصوص التمارين في إحنا قاعد نقول التمارين مثل ما قالت إغتيابير إحنا ما نمنع أحد يعني إذا في أحد عنده إرشادات وتوجيهات يوجهها لكن بطريقة صحيحة ونبي من الجمهور والناس كلها تتبع الصح جميل ولا ينشر شيء غلط يعني حتى لما نقول إحنا أمشوا نقول أمشوا بس ما قصنا نقول أمشوا داخل حديقة البيت أمشوا دار ما دار البيت يعني أنت مساعة من شوية قاعد تقول أنك قاعد تمشي بروا الحين حضر تجون ما تقدر تطلع ما في مجانب تقدر في البيت معنا مكان ما في أحد بس تقدر في البيت يعني على الأقل ما فيها داخل الحوش لو ما كو حوش اللي قول ما عندي حوش ترى عندنا أسطوح والجو حلو نعم الحين المغربية كل واحد عندها سطح يقدر بالسطح تمشي خذ الكلفة فيها ومنها صعت بالسلم استخدمت الدرج يعني بالسلالم داخل البيت الصهلات هذه كلا تقدر تستخدمها كبار السن كبار السن الكبار السن لهم توجيه آخر نفس الشيء قلنا لهم وقاعد نوجه مثل أهالينا اللي في البيت وفي إن شاء الله تمارين بوستات ياي رح تنزل بالموقع على أساس خاصة لكبار السن بالصالة لازم نحرك نشجعهم قوموا تحركوا بالصالة خاصة أنهم مساكين قاعدوا يحاتوننا كلنا يحاتون عيالهم اللي عندهم بالبيت واللي في بيوتهم اللي مقادرين يزيرونهم فتلقاهم قلوبهم شاب قوموا قاعدوا تمشي في البيت تمشي بالصالة لا نمنعهم لا تروحين المطبخ لا تروحين ما هذا لأ نعطيهم توجيهات إنه يتحركوا معانا حتى لو قاعدين على الكرسي على القنفة نعطيها تمرين خاص للركبة حرك ريولة شديد سويها التمرين سويها التمرين هذا دائما رح يساعدهم على تنشيط الدورة الدموية هما قاعدين أنا ودي بس ألوه على شغلة بالذات كبار السن رح يركز على نقطة هي تمارين تحميل الوزن وايد مهمة حق اللي كبار بالسن لعمارهم فوق 65 لأن شوية كثافة العظم إحنا نفكرين أن نسوي فيديوهات تخصصية خاصة حق تحميل الوزن حق كبار السن جميل لأننا لا نحافظ على كثافة العظم بما أن الحركة بعد قلت عن قبل وايد لازم شوية يحملون وزن بطريقة معينة أبسط تمرين اللي هو مثل ما تفضلت اختيانا تمرين المشي يعتبر تحميل وزن قاعد تحط وزن على المفاصل أفكار جدا جميلة نستخدمها في البيت قلتي لي بطول الماء الأفاف سأقول لكم مساحة بالصالة طبعا إذا ما عندكم حوش إذا عندكم حوش لا دبتش بالحوش ترى وايد الحركة زينة حتى السطح بس ديروا بالكم على عيالكم كل الشكر لكم أستاذة هنا الخميس رئيس جمعية الآجة الطبيعة الكويتية وأستاذ عمير التجلي الأمين العام الجمعية بارك الله فيكم وشكرا على حضوركم شكرا إذا مشاهدي الكرام استمر منكم في العالم هذا الصباح ولكن بعد الفاصل إن شاء الله